وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في عين العصار بعد نشر تقرير استثنائي لمجلس الشيخ الأمريكي اعترضت عليه الوكال على الفور والذي خلص إلى أن استخدام التقنيات للتجواب المشددة التي اعتمدتها وكالة C.A.I. في معتقل جوان تانامو بعد أحداث 11 من سبتمبر 2001 لم يسمح بإحباط تهديدات وشيكة بتنفيذ اعتداءات وتعليقا على التقرير داد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بما اعتبره وسائل مخالفة لقيم الولايات المتحدة وقال أوباما في مقابلات تلفزيونية أن هذه التقنيات شوهت كثيرا سمعة أمريكا في العالم وعيدا بالقيم بكل ما هو ممكن لضمان عدم تكرارها ويتهم التقرير الذي نشرت رثاء وجع في عشين خلاصة وكالة C.A.I. بأن أخضع 39 معتقلا لتقنيات وحشية طيلة سنوات عدة وبينها تقنيات لم تسمح بها الحكومة الأمريكية وتم تعدادها بالتفصيل في التقرير الذي يتألف من 525 صفحة قامت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليها الديمقراطيون باختصاره ونشره لدينا فكرة جيدة عن ما حدث ونحن نعلم أين حدثت الانزرقات ونعرف أين وقعت بعض الأخطاء ولا نريد أن تتكرر مرة أخرى وعاكنت الحكومة الأمريكية حذرت قبل أيام مجلس الشيوخ من نشر تقرير حول أسليب التعذيب التي انتهجتها C.A.I. خلال الحرب على ما يسمى الإرهاب في عهد الرئيس السابق جورج دابليو بوش أعتقد أن هذا نوع من النشطة يتعرض مع قيمنا ومثلين ومبادئنا وثنيا أنا لا أعتقد أنه كان فعلا ولا أعتقد أن ما حصلت على الاستخبارات قد ساعدنا وهذا بشهادات التقرير مكتب تحقيقات الفيدراليا F.A.I. حذر من أن التقرير قد يثير تهديدات إرهابية ضد المصارح الأمريكية في جماعي أنحاء العالم وهذا هو بضبط ما أردت لجنة مجلس الشيخ مكافحة عن طريق قول الحقيقة شكرا للمشاهدة